أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية العمل على تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين وخلال متابعته لجهود ضبط الأسواق وأسعار السلع قال مدبولي إنه يتم العمل على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق بشكل مركزي وذلك على مستوى المحافظات بالجمهورية لافتاً إلى ضرورة الاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقاً للوفرة والإتاحة وأشار الدكتور مدبولي إلى أنه سيتم استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 من مارس المقبل